أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلفون إن الذين كفروا سواء عليهم مأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآقب وما هم بمؤمنين يخادرون الله والذين آمنا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يقضدون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في العرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا نأكم إنما نحن مستهدئون الله يستهدئ بهم ويردهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم أمي فهم لا يرجعون أو بصيب من السماء فيه ذلمات ورحب وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حذر الموت والله مخيط للكافرين يكاد البرك يخطف الأبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم آه ولو شاء الله لدهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عرضوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لهم فلا تجعلوا لله أن تدوه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن له جنات تجري من تهتها الأنهار قل لما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قرد وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستطيع أن يضرب مثلا ما بعودة فما خوفها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهد الله من بعد ميساقه ويغطرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأهياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميئا ثم استوى إلى السماء فسغواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعين في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لما آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسماء قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تختمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس عبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عبوه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبتوا منها جميعا فإن ما يأتين كم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اشترائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإيايا فرواهون وآمنوا بما أنزلتوا صدقا لما معكم ولا تقولوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي سمنا طليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقطموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع رافعين أتأمرون الناس بالجر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون القتاب أفلا تعفلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتْتَقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يَأْبَدُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يَأْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّهُونَ أَذْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْبُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى رَبَّعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ امْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَالَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ أَرْبُسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ دَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَدَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْبُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَرْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا بِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَوَذًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً وَقُلُوا هِتَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي كِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اشْتَفْقَى رُسَالِ قَوْمِهِ فَهُلَّ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ وَإِذْ نَتَا أَشْرَتَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّهُ نَاسٍ مَشْعَرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِذْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِنْ كُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاهِدٍ فَادْعُ لَنَا وَاهِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَغْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِيهُ وَأَدْنَى بِالَّذِيهُ وَخَيْرُ إِهْبِتُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِوَذْبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَغْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَغْطُلُونَ النَّبِيِّينَ بِوَيْرِ الْحَقُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجَلُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنْ سَاقَكُمْ وَرَفْعَنَا فَرْقَكُمُ التُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِأُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَنَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالْهُلَى لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَذَرُونَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا كِرَجَةً خَاسِئِينَ فَاجْعَلْنَا كَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَرْعِجَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ النُّسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَغُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُدْوَا قَالَ أَعْوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِذٌ وَلَا ذِكْرٌ عوانٌ بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما إيه إن البطر تشابه علينا وإنا إن شاء الله له تقول قال إنه يقول إنها بقرة لا زلون تسير الأرض ولا تسفي الحرس مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن اتد الحق فذبهوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فازدارعتم فيها والله اخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يهيي الله الموتى ويهيكم آياته لعلكم تحفرون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قصوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقك فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بوافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدسونهم بما فطه الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به إنذ ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يذنون طويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتموا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معهودا قل أنت خدتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إهسانا وبالوالدين إهسانا وزي القربى واليتامى والمساقين واليتامى والمساقين وقولوا للناس بسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تسمة وليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون وإذ أخذنا ميثاقكم ساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من زياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرع عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إذ يغن في الحياة التنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بوافل عما تعملون أولئك الذين اشكروا الحياة الدنيا للآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعضه برسل وآتينا إيسى بن مريم البينات وأيدناه بروه القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كززت وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله غريا أن ينزل الله من فضله على أن يشاء أن ينزل الله من فضله على أن يشاء فضاءوا بالعباد فضاءوا بوضد على وضب وللكافرين عذاب مهين وإذا كيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم التخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا من ثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الهجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على هياة ومن الذين عحرقوا يود أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه يود أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه ند له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وغدا وبشقرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ويبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْزِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَاءَهُمْ نَبَدَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ مُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَى أَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس الشحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ببارين به من أهد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدورهم ولا ينفعهم ولقد عدون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرمه أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نمتها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يربونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة ومن تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك آميهم كلها تبرهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجله عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتسلون الكتاب وقالت اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتسلون الكتاب فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم فالله يحقو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم إن من منام ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خرابها لهم في الدنيا هذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاندون بذير السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت كلهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسأل عن أصحاب الجعيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عزا ولا تنفرها شفاعة ولاكم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ما يلال أهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأهلوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهجر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آل منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة سملك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والعكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استطيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب المعلمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يحقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعض إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعض قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وعيدا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون عما كهو يعملون وقالوا مرهودا أو نصارى تهتدوا قلب الملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي نوسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أهد منهم ونهل له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيغفيك الله وهو السميم العليم سبرة الله سبرة الله ومن أهسن من الله سبرة ونهل له وعابلون قل قل لتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وله له مخلصون أم تقولوا وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا مهودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أمين الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم 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 صدق الله مولانا العظيم